هذا في النسق المغلق نسق المغلق أني نعم تحمل مسؤوليتي وانت تحملي مسؤوليتك واحد أنت ما تسمعيش غيرك ونعم ما نسمعيش غيري مشاكلنا نحلوها في غرفة النوم فقط قادر يكون زوجين يجدد وعدهم الكثير من المشكلات لكن ما تخرجش للعائلة البرة تبقى في غرفة النوم هذا النسق المغلق قادر يعيش نعم لور ما كانت تدخلت في سمعوا بالمشاكل اللي راح تسرى بين الزوجين يعني ما تأثرش على العلاقة بيناتهم كيف ذلك؟ يعني إذا كانت مشكلات يعني معروفة عند الجميع معروفة عند العائلة ويسروا تدخلات من طرف العائلة من العلاقة بين الزوجين يعني مش راح يأثر مبيناتهم هو التدخلات من قدروش نقوله كامل رئيس البية في أحيانا بعض الأزواج الغير ناضجين لما يكون محيط بهم هو محيط حكيم وعاقل يرعو الزوج هذا إلى أن ينضج إلى أن ينضج مثلا في كثير من الحالات مثلا شخص مريض مريض مرض معين شلل ممكن إذا يجبوا له مرابش تقوم به ويبقوا يحموا في النسق هذوين يعني كأنهم مسؤولين عليه لا لون ينضج هذا النوع من التدخلات الحكيمة الغالب أن ما يسبب الطلاق هي التدخلات السلبية بعض الأحيان الزوج مثلا يكون عصبي يضرب المرأة تدخل الأم أو الأب ويعيط عليها كأنها بنتها كأنها بنتها ويحاول يحماها ويحاول يصححها ويقول لها مش هكا تعامل زوجتكم إلى آخرين ويبقوا عدلونا في سلوكه لأنه يكبر وينضج شوي ويكبر معرفية النقص ينضج شوي وتنحل مشكلات هذوين هذه التدخلات تدخلات إيجابية